بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم إخواني مهندسي شبكات سيسكو في العالم العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب فيكم أنا أخوكم حسن صالح مرشد في الفيديو الأربعون والخاص بمنهج السيسين بي راوتينغ ثلاثمية مية واحد مستوى الاحتراف في التوجيه شاهد تعلم واستمتع هذا الفيديو الأربعون بإذن الله رح يكون بداية للفصل الخامس والفصل الخامس رح يكون الخاص بالتحكم بالمسار روت كنترول بالإضافة إلى عمليات متقدمة في بروتوكولات التوجيه احنا أخذنا بروتوكولات التوجيه الداخلية الانتيريور جيتوي بروتوكولز زي اللي أخذناها الرب الإياجربي الأوس بيف في عندنا مجموعة من العمليات المتقدمة رح نأخذها في هذا الفصل بس طبعا هذا بعد عملية أو الأدوات اللي بنتم استخدامها في داخل شبكات سيسكو في عملية التحكم بالمسار الروت كنترول التحكم بالمسار ويطلق عليه باللغة الإنجليزية عندنا أكثر مصطلح عندنا روت كنترول عندنا الباث كنترول وعندنا الروت سيليكشن جهاز الراوتر والذي يقوم بعملية توجيه البيانات كوظيفة رئيسية ويعتمد في عملية توجيه البيانات على إعدادات التوجيه سواء كانت يدوية أو من خلال بروتوكول من بروتوكولات التوجيه بروتوكولات التوجيه كما نعلم لها قواعد تتبع طبعا كل بروتوكول توجيه ليه قواعده حسب الخوارزمية التابعة لها كل بروتوكول توجيه مما تجعل كل بروتوكول يملك طريقة تقليدية في عملية تحديد المسار الأفضل مثل بروتوكول الرب يعتمد على اختيار المسار صاحب أقل عدد راوترات الOSPF يقوم باختيار أفضل مسار وذلك يكون أن المسار يكون صاحب أقل قيمة COST والناتج عن أسرع مسار الاجربي بيختار أفضل مسار عن طريق الباندوث بالإضافة إلى الدليه كذلك هناك قواعد يطبقها الراوتر فيما يتعلق ببروتوكولات وإعدادات التوجيه مثل أن الشبكات التي تنتمي إلى بروتوكولات التوجيه المختلفة سوف تكون غير قادر على الاتصال ببعضها البعض مثلا راوتر يعمل ببروتوكول التوجيه الرب وراوتر آخر يعمل ببروتوكول التوجيه الOSPF كلاهما سوف لن يتصل ببعضهما البعض وذلك كون أن كل راوتر بيعمل ببروتوكول توجيه مختلف عن الآخر كذلك لدينا بروتوكول التوجيه الاجربي اللي بيعتمد على نظام الأتنوم السيستم فلو كان عندنا راوتر يعمل بأتنوم السيستم مثلا رقم واحد وراوتر آخر يعمل بأتنوم السيستم رقم اثنين فعندها الراوترين ما راح يكونوا قادرين على الاتصال مع بعضهما البعض وتبادل عنوين الشبكات فيما بينهم كذلك لو قمنا بتفعيل أكثر من بروتوكول توجيه على الراوتر عندها سوف يختار الراوتر صاحب راح يختار بروتوكول التوجيه صاحب أقل قيمة Administrative Distance والتي تملك قيم تلقائية وثابتة فمثلا لو كان لدينا Static Route و EGRP Route فسوف يختار الراوتر على Static Route ولن يختار ال EGRP Route يعني راح يختار المسار اللي جاي عن طريق الستاتيك وليس عن طريق ال EGRP كون الستاتيك Route قيمة Administrative Distance بتساوي واحد بينما ال EGRP Route قيمة Administrative Distance فيه بتساوي تسعين مثال آخر لو كان مفاعل على الراوتر الريب والأوس بي إف عندها سوف يقوم الراوتر باختيار مسارات الأوس بي إف وليس مسارات الريب كون قيمة Administrative Distance للأوس بي إف أقل من الريب الأوس بي إف بساوي 110 والريب 120 ددينا كل بروتوكول توجيه يعتمد على طريقة في عملية اختيار أفضل مسار من أصل مجموعة من المسارات وذلك بناء على قاعدة المترك المتبعة في كل بروتوكول توجيه كذلك عندما يختار بروتوكول التوجيه أفضل مسار لشبكة معينة فهو يرسل إليها الباكيتس بكل أنواعها وطوال الوقت ولا يتحول عن هذا المسار إلى مسار آخر إلا في حالة انقطاع المسار الأساسي ما تم ذكره وغيرها من الأمور التي تعد قواعد متبعة في عملية توجيه البيانات واختيار المسارات قمنا بالدراستها وفهمها والعمل بناء عليها لما درسنا وتعاملنا مع بروتوكولات التوجيه المختلفة لكن ماذا لو أردنا تغيير طبيعة عمل بروتوكولات التوجيه وتغيير الخصائص التقليدية إلى النقيض عندها سوف نستخدم التحكم بالمسار الروت كنترول من الأمثلة التي نحتاج فيها إلى التحكم بالمسار هي تصراحة أمثلة كثيرة بس خلينا نضرب بعض الأمثلة عشان تبقى الصورة واضحة مثلا لو أردنا أن يختار بروتوكول الرب المسار صاحب أعلى عدد راوترات كأفضل مسار بدلا من المسار صاحب أقل عدد راوترات أو نجعل الOSBF يختار المسار صاحب أعلى cost بدلا من أقل قيمة cost أو نجعل الإياجربي يختار المسار صاحب أقل band width وأعلى delay بدلا من أعلى band width وأقل delay مثلا لو أردنا أن تتمكن الراوترات المختلفة من ناحية بروتوكولات التوجيه من أن تتصل مع بعضها البعض وتتبادل فيما بينها عنوين الشبكات كذلك لو أردنا الاتنوموس سيستم numbers المختلفة الموجودة في بروتوكول التوجيه الياجربي أن تتصل مع بعضها البعض وتتبادل عنوين الشبكات فيما بينها مثلا لو أردنا تغيير القيمة التلقائية للأدبانستلياتي في ستنس من ما يجعل الراوتر مثلا يختار مسارات الـ EGRB بدلا من الـ Static أو يختار مسارات الـ RIP بدلا من الـ OSPF مثلا لو أردنا تغيير نظام المترك مثلا أردنا لو أردنا الراوتر يختار مسار الـ Root لـ Destination Network من النوع من المثلا لنوع معين من الـ Packets أو في وقت معين ويختار مسار آخر لنفس الـ Destination Network مع نوع آخر من الـ Packets أو في وقت مختلف من المثال آخر في شبكتك تمتلك خطين خطين إنترنت خط أساسي وخط احتياطي هنا ستحتاج تطبق آلية تضمن من خلالها أن يتم الانتقال تلقائيا عند انقطاع الخط الأساسي أن يتم التحول إلى الخط الاحتياطي وعند رجوع الخط الأساسي يتم الانتقال التلقائي من الاحتياطي للأساسي سيناريو آخر لو كان لدينا خطين إنترنت خط سريع وخط إنترنت بطيء والاثنين موجودين في شبكة واحدة وفي هذه الشبكة يوجد مجموعة مستخدمين بيأدوا أعمالهم من خلال الإنترنت وبالتالي بيحتاجوا الإنترنت في العمل بشكل كبير أمن البقية فاحتياجهم للإنترنت في داخل العمل خفيف عندها نقوم بتحويل المستخدمين الذين يحتاجون الإنترنت في أعمالهم يتم توجيههم إلى الخط السريع أما المستخدمين الذين يحتاجون إلى الإنترنت بشكل بسيط في أعمالهم عندها يتم تحويلهم إلى الخط البطيء سيناريو آخر لو كان لدينا أكثر من أثنتوكيشن سيرفر أكثر من خادم تحقق ولدينا مثلا المتصرين بالشبكة بينقسموا لدينا إلى قسمين القسم الأول الموظفين والقسم الثاني الضيوف على الشبكة وجميعهم بيملك أثنتوكيشن أو تحقق من الهوية ونريد بالنسبة للموظفين أن يتم توجيههم إلى الأثنتوكيشن سيرفر الخاص بالموظفين وبالنسبة للضيوف يتم توجيههم إلى الأثنتوكيشن سيرفر الخاص بالضيوف هذه الأمثلة التي تم ذكرها والسيناريوهات كمجموعة من الأمثلة وطبعا يوجد أيضا سيناريوهات أخرى نحتاج فيها إلى التغيير من طبيعة عمل الراوتر وكذلك التغيير من طبيعة عمل بروتوكولات التوجيه والتي قد نحتاج لتنفيذها في العمل وفي حالات وظروف الشبكة التي نعمل عليها عندها رح نستخدم الروت كنترول وعملية التحكم في المسار هي عبارة عن مجموعة من الأدوات نستخدمها ممكن نستخدمها كلها في داخل الشبكة أو نستخدم بثة مجموعة منها حسب ما نحتاجه في داخل الشبكة هذه الأدوات عندنا أداة الـ Redistribution عندنا الـ Change Administrative Distance عندنا الـ Root Map الـ PBR عندنا الـ IP Sela عندنا الـ Filtering Roots عندنا الـ Distribute List عندنا الـ Seed Metric وعندنا الـ Office List كأدوات هذه كلها تعتبر أدوات وإعدادات بتم استخدامها في الـ Rooter لكي تعطينا عملية التحكم بالمسار والتغيير من الوظيفة أو الاختيارات التلقائية التي يقوم بها الـ Rooter أو بروتوكولات التوجيه المفاعلة على جهاز الـ Rooter الـ Distribution إعادة التوزيع وهي عملية من خلالها نسمح بربط الشبكات التي تعمل ببروتوكولات التوجيه المختلفة بأن تتصل مع بعضها البعض وتتبادل معلومات التوجيه فيما بينها مثلا عندنا الـ IGRP مع الـ Rep أو الـ OSBF مع الـ PGB أو الـ IGRP أتنو السيستم نمبر مع الـ IGRP أتنو السيستم نمبر مختلفة ولكن متى نحتاج إلى تطبيق إعدادات الـ Distribution السيناريوهات كثيرة أشهرها في التالي نحن نسمع كثيرا عن اندماج الشركات مع بعضها البعض أو قيام شركة بشراء شركة أخرى لنفترض أنك تعمل في شركة والشركة التي تعمل بها تملك شبكة كبيرة تحتوي على مجموعة من الروترات والتي تعمل ببروتوكول التوجيه الـ OSBF وقامت شركتك بشراء شركة أخرى هذه الشركة أيضا تملك شبكة كبيرة وتحتوي على مجموعة من الروترات تعمل ببروتوكول توجيه آخر غير الـ OSBF واللي هو رح يكون الـ IGRP فلو قمت بتحويل الروترات في الشركة الجديدة التي تم شراءها من الـ IGRP للـ OSBF فسوف تكون العملية صعبة عليك أنت كمهند الشبكة لأنها سوف تأخذ وقت وجهد وأثناء عملية التحويل سوف يحصل انقطاعات فيما بين الشبكات وكذلك قد تحصل أخطاء أثناء عملية التحويل مما يسبب في مشاكل في عملية الاتصالات وطبعا كل ما كانت الشبكة أكبر كل ما كانت العملية أعقد هنا الحل السهل والبسيط هو يتمثل في إعادة التوزيع أو الـ Distribution لكي يحصل اتصال بين شبكة الشركة التي تعمل ببروتوكول التوجيه الـ OSBF وشبكة الشركة الجديدة التي تعمل ببروتوكول التوجيه الـ IGRP سيناريو آخر نحتاج فيه إلى تطبيق إعدادات الـ Distribution مثلا لدينا شركة تملك عدد من الفروع تعمل ببروتوكول الـ OSBF والربط فيما بينها من خلال شركة الاتصالات والتي تعمل ببروتوكول الـ PGB عندها سوف نفعل ببروتوكول التوجيه الـ PGB على الروترات الـ OSBF في الفروع ونقوم بعمل الـ Distribution فيما بين الـ OSBF والـ PGB سيناريو آخر نحتاج فيه إلى تطبيق الـ Distribution في الشبكة لنفترض أنك تعمل في شركة تملك شبكة كبيرة مفعل عليها ببروتوكول التوجيه الـ IGRP والعدد الأقصى للروترات في الـ Athenom System هو 254 راوتر وإن كان ينصح أن لا يزيد عدد الروترات في الـ Athenom System الواحدة عن 100 راوتر لتجنب الضغط على الروترات لنفترض أننا نعمل في شبكة الـ IGRP Athenom System 1 ووصلنا فيها إلى العدد الأقصى من الروترات اللي هو 224 راوتر وفي راوترات جديدة محتاجين لنركبها عندها سوف نضطر إلى إنشاء Athenom System جديدة لإضافة الروترات الجديدة مثلاً راح تكون Athenom System number 2 ولكي تتمكن الروترات الموجودة في الـ Athenom System رقم 1 من الاتصال بالروترات الموجودة في الـ Athenom System رقم 2 ويتبادلان إعلان الشبكات فيما بينهما فعندها سوف نحتاج إلى تطبيق الـ Redistribution فيما بين الـ Athenom System 1 والـ Athenom System 2 سيناريو آخر نحتاج فيه إلى الـ Redistribution لدينا شبكة تعمل مثلاً ببروتوكول الرب ولدينا راوتر في شبكة الرب بيملك Static Routes ونريد الإعلان عنها في داخل شبكة الرب عندها سوف نقوم بعمل Redistribution ما بين الـ Static Route والرب هذه مجموعة من السيناريوهات الشهيرة والتي قد تمر علينا أثناء عملنا في داخل الشبكة ونحتاج فيها إلى تطبيق عملية الـ Redistribution عند تطبيق عملية الـ Redistribution فيما بين بروتوكولات التوجيه المختلفة فسوف يتم الإعلان واستلام عنوين الشبكات في كل طرف كشبكات خارجية كسترنار نتوركس يعني مثلا لو كان عندي بروتوكول الـ EGRB يعني مثلا لو كان عندي نظام مثلا عندي بروتوكولات توجيه الـ EGRB والـ OSBF وعملنا فيما بينهم Redistribution فعندها الـ EGRB راح يشوف أو راح يستلم عنوين الشبكات الموجودة في الـ OSBF راح يسجلها عنده كعنوين شبكات خارجية أي تعمل ببروتوكول توجيه آخر غير الـ EGRB وكذلك الـ OSBF الشبكات اللي راح يتم الإعلان عنها من خلال بروتوكول الـ EGRB راح يتم استلامها كشبكات خارجية External Networks خلينا نشوف عندنا الخريطة اللي أمامنا عندي هنا اللي شايفينه أمامنا الثلاثة عناصر تعتبر ثلاثة عناصر أساسية في عملية توجيه البيانات أو ثلاثة أنواع في عملية التوجيه عندي الـ Dynamic Routing Protocols اللي هي بروتوكولات التوجيه وعند الـ Static Routing واللي هي فكرتها أنه طبعا أنه مهندس الشبكة هو اللي بيحدد المسار إلى شبكة معينة أو إلى شبكة الإنترنت يدويا وعنده الـ Connected Networks وهي عنوين شبكات موجودة على الـ Router لكن سميت بـ Connected لأنه عندنا منافذ الـ Router تابع لعنواء يعني عندي مثلا مجموعة منافذ من الـ Router في الـ Router تملك IP Address تابع لهذه الشبكات فهذه اللي يطلق عليها شبكات الـ Router متصل بها اتصال مباشر الـ Connected طيب ممتاز عندي هنا بالنسبة للـ Dynamic Routing عندي عندي الـ Interior Gateway Protocols اللي هي عنوين اللي هي عفوا اللي هي بروتوكولات التوجيه الداخلية وعندي الـ Exterior Gateway Protocols اللي هي اللي هو بروتوكول التوجيه الخارجي اللي هو الـ PGB أما الداخلية عندي ثلاثة خوارزميات Distance Factor, Link State والـ Hybrid Distance Factor هو الـ RIP والLink State هو الـ OSBF والـ ISIS والـ Hybrid عندي هو الـ EIGRP أنا من خلال عملية إعادة توزيع الـ Distribution أستطيع أني أجعل الشبكات الموجودة في الـ RIP تصبح أيضاً موجودة في الـ OSBF وكذلك العكس كذلك مع الـ EIGRP كذلك الـ Static Routing كذلك الـ Connected Networks عندي هنا صورة عندي هنا إياجر بيها تنوم السيستم واحد عندي عنوان الشبكة 10-0-0-0 عندي هنا الـ OSBF عندي عنوان الشبكة اللي موجود فيها 20-03 أصفار وعندي الـ RIP عنوان الشبكة الموجود فيه 30-03 أصفار الوضع الطبيعي الآن أن كل شبكة بالأجهزة الموجودة فيها رح تكون غير قادرة على الاتصال بالشبكة الأخرى يعني عندي شبكة 10 ما رح تكون قادرة على الاتصال بشبكة 20 وشبكة 10 و20 رح يكونوا غير قادرين على الاتصال بالشبكة 30 ليش؟ لأن كل عنوان شبكة عندي هنا بينتمي إلى بروتوكول توجيه مختلف والتصرف الطبيعي في هذه الحالة أنه ما رح يحصل اتصال ولا إقامة علاقة جيرة بين الروترات اللي تعمل ببروتوكولات توجيه مختلفة ولا حيحصل تبادل للـ Routing Packets فبالتالي ما رح يحصل أي تبادل بيانات بين الأجهزة التي تقع ضمن عنوان الشبكات المختلفة من ناحية بروتوكولات التوجيه من خلال الـ Redistribution لما نيجي نطبقه على الثلاثة بروتوكولات في داخل الشبكة الموجودة أمامنا رح تكون الشبكة 10 وقتها قادرة على الاتصال على الشبكة 20 والعكس وكذلك الـ 12 و 20 رح يكونوا قادرين على الاتصال بالشبكة 30 وكذلك 30 رح تكون قادر على الاتصال بـ 10 و 20 عملية إعادة التوزيع في داخل الـ Redistribution into RIP بالنسبة لعملية الـ Redistribution وتطبيقها في داخل بروتوكول توجيه الـ RIP لازم يكون عندي مثلا الـ Router في داخل شبكة الـ RIP في منفذ من منافذه ينتمي إلى شبكة الـ RIP ومنفذ آخر ينتمي إلى بروتوكول التوجيه المختلف مثلا عندي أنا هنا في المثال الـ OSBF تمام إذن عندي هنا المنفذ ينتمي اللي هو 00.423 هذا بينتمي لاش إلى الـ OSBF وعندي المنفذ 00.425 بينتمي إلى شبكة الـ RIP أدخل على هذا الـ Router اللي هو هنا عندي الـ Router 4 وأقوم بتنفيذ إعدادات الـ Redistribution بحيث تصبح الـ OSBF قادرة على أنها تتصل بالشبكات الموجودة في الـ RIP الإصدار الثاني وعندي هنا الشبكات الموجودة في الـ RIP تصبح قادرة على الاتصال بالشبكات الموجودة في بروتوكول التوجيه الـ OSBF بحيث أن الـ RIP راح يعلن عن الشبكات الموجودة عنده وكذلك الـ OSBF راح يعلن عن الشبكات الموجودة عنده للـ Routerات الموجودة في داخل الـ RIP بالنسبة لعملية الـ Redistribution في داخل شبكة بروتوكول التوجيه الـ RIP ما فيها ملاحظات إلا ملاحظة مهمة واللي هو موضوع المترك عندنا في الـ RIP أقصى طبعاً بيتبع نظام المترك الخاص فيه اللي هو الـ Hope Count أو عدد القفزات والعدد الأقصى من الـ Routerات هو 15 Router أي شبكة بتكون أبعد من 15 Router يعني راح تكون 16 فعندها راح تكون Infinite أو غير قابل للوصول إليها النقطة المهمة هنا على مهندس الشبكة أن ينتبه لها أنه لما ينجي يقوم بعمل عملية الـ Redistribution لازم يعطي قيمة المترك لعناوين الشبكات اللي راح تكون قادمة من بروتوكول توجيه مختلف زي الـ OSPF يعطيها أقل لقيمة مترك اللي هو كم؟ راح يكون واحد ليش؟ لما أعطيها واحد بعد كده راح مثلاً حسب عدد القفزات في داخل الـ RIP تخيلوا مثلاً عندي هنا طبعاً عندي هنا راوترين تخيلوا كان عندي 10 فرح توصل على أساس أنها 11 لكن لو وضعتها ضمن قيمة كبيرة مثلاً جعلتها 10 وأنا عندي مثلاً في داخل شبكة الـ RIP 6 راوترات فعندها الراوتر السادس رح توصل عنوين الشبكات الخاصة بالـ OSPF بقيمة المترك يساوي 16 وبالتالي راح تكون كم؟ وبالتالي إيش راح تكون؟ راح تكون Infinite غير قابل للوصول إليها وبالتالي الراوتر الرقم 6 في شبكة الـ RIP راح يكون غير قادر على الوصول إلى راح يقدر يتصل بعناوين الشبكات الموجودة بالـ OSPF كون قيمتها كمترك أصبحت 16 فمن البداية لا نقوم دائماً بالانتباه على هذه النقطة لأن المترك عندي هنا ضيق عندي من 1 حتى 15 فأنا ما ما قم بوضع قيمة عالية عشان ما نستطع عشان في النهاية ما توصل إلى قيمة 16 عند بعض الراوترات الموجودة عندي في شبكة الرب وبالتالي ما راح تتم عملية الاتصال فمن البداية أقوم بوضع قيمة المترك كأقل قيمة واللي هي 1 لضمان أن لا تتجاوز قيمة القفزات لشبكات الـ OSPF أعلى من 15 أوامر الرب redistribution في راوترات سيسكو طبعاً على مستوى الـ Configuration Mode راح أكتب الأمر راوتر الرب وعلى المستوى الفرعي لبروتوكول التوجيه الرب راح أكتب الأمر redistribute بعد كذا عندي هنا EIGP مثلاً واحد وحدد قيمة المترك واحد أو لو كان بروتوكول التوجيه هو الـ OSPF فرح أكتب الأمر redistribute OSPF واحد بعد كذا المترك أيضاً واحد عندي هنا لو كان عملية الـ redistribution هي لعناوين static موجودة على الراوتر وأريد أن يتم الإعلان عنها في داخل شبكة الرب فرح أكتب الأمر redistribute static طبعاً هنا مش محتاجة أكتب مترك واحد لأنه كونها static فرح تبدأ من واحد الـ redistribution into EIGP أو عملية إعادة التوزيع في داخل بروتوكول التوجيه الـ EIGP عند عمل إعدادات الـ redistribute ما بين EIGP وأي بروتوكول توجيه آخر أو بين EIGP أتونمو السيستم نمبر بأتونمو السيستم نمبر مختلفة عندها هذه العناوين الشبكات الموجودة في أتونمو السيستم نمبر مختلفة أو موجودة في بروتوكول توجيه آخر سوف يتم الإعلان عنها في داخل جدول التوجيه بـ أو كأكسترنال EIGP أو عنوين شبكات EIGP خارجية ورح يعني عنوين شبكات EIGP خارجية نفهم منها أنها إما أن تكون موجودة في أتونمو السيستم نمبر غير الأتونمو السيستم نمبر redistribution into EIGP عملية إعادة التوزيع والـ redistribution في داخل بروتوكول التوجيه الـ EIGP بنستخدم عملية redistribution مع بروتوكول الـ EIGP عندما نريد عمل اتصال ما بين شبكة تعمل ببروتوكول التوجيه الـ EIGP وشبكة تعمل ببروتوكول توجيه آخر غير الـ EIGP عندي أنا هنا مثلا في المثال عندي شبكة الـ EIGP المتكونة من راوتر 7 وراوتر 2 وRD1 وعندي الـ OSBF اللي متكونة من راوتر 3 وR5 وR4 وR8 بالإضافة إلى الـ RD1 علشان الراوترات الموجودة في شبكة الـ EIGP وكذلك الشبكات الموجودة في داخل الراوترات لكي تستطيع الاتصال مع الشبكات والراوترات الموجودة في شبكة الـ OSBF راح نقوم بعملية الـ Redistribution أي أنا عملية الـ Redistribution أو إعادة التوزيع في بروتوكول التوجيه الـ EIGP بنستخدمها إما مع بروتوكول توجيه مختلف مثل الـ OSBF أو الـ RIP أو بنستخدمها لما يكون عندنا أتونومس سيستم نمبر مختلفة مثلا طبعا كلهم تابعين لبروتوكول التوجيه الـ EIGP مثلا أنا عندي أتونومس سيستم واحد وأتونومس سيستم اثنين الاثنين كشبكتين ما راح يتصلوا مع بعضهم البعض لماذا؟ لاختلاف الأتونومس سيستم نمبر عشان نخليهم قادرين على الاتصال مع بعضهم البعض فعندها نقوم بعملية الـ Redistribution عندما نقوم بعملية الـ Redistribution عندنا نقطتين تعتبر default الاولى الـ Administrative Distance المسافة الإدارية احنا عارفين ان المسافة الإدارية في البروتوكول الـ EIGP بتساوي تسعين أما مع عنوين الشبكات الخارجية اللي معمولة الـ Redistribution راح تكون قيمة الـ Administrative Distance أو المسافة الإدارية هي 170 يعني عنوين الشبكات اللي مثلا موجودة في شبكة الـ OSBF لما تيجي تتشجل في داخل الراوترات الموجودة في شبكة الـ EIGP راح يكون قيمة الـ Administrative Distance الخاصة فيها هي 170 ورح يطلق عليها إكسترنال EIGP شبكات EIGP خارجية لما أشوف 170 ولما أشوف إكسترنال EIGP أفهم وقتها ان هذه يعني عنوين شبكات معمولة الـ Redistribution مع الـ EIGP النقطة الثانية ان الـ External Networks أو الشبكات الخارجية راح يديل راح يتم إعطائها كود في الـ EIGP Routing Table في جدول التوجيه الخاص بالـ EIGP اللي هو راح يكون DEX جميع عنوين الـ EIGP اللي راح لما تكون داخلية في داخل شبكة الـ EIGP راح تكون إيش إي إكس داخلية يعني كلها تنتمي لأتنومس سيستم نمبر واحدة أما عنوين الشبكات اللي هي قادمة من أتنومس سيستم نمبر مختلفة أو من بروتوكول توجيه مختلف فعندها راح يتم إعطائها الرمز DEX في داخل الـ Routing Table بهذه الطريقة أنا أفهم أنه هذه العناوين الشبكات هي شبكات خارجية شبكات EIGP خارجية كسترنال EIGP أي إنها شبكات معمول يعني تم الإعلان عنها في داخل شبكة الـ EIGP لأنه تم عمل Redistribution معها إما أن تكون تابع لأتنومس سيستم نمبر مختلف أو لبروتوكول توجيه مختلف هنا عندي Redistribution into EIGP Routing Table بيوريني جدول التوجيه لما نعمل طبعا العناوين المعمول لها Redistribution لاحظوا عندي هنا عندي رمز الأكواد الـ EX يعني آآ طبعا دي بدين EX يعني EIGP External يعني شبكات EIGP خارجية نشوف مع بعض جدول التوجيه لاحظوا معايا حرفة D يعني EIGP والـ EX يعني شبكات خارجية فلما أجينا نكتب على روترات سيسكو شو آي بي روت فبهذه الطريقة أنا بأظهر جدول التوجيه لما أشوف العناوين الشبكات زي 172.16.48.0.25 لما أشوف أمامها DEX فأعرف أن هذه شبكات تم الإعلان عنها من خلال Redistribution إما أنها تكون تابعة لأتنو السيستم نمبر مختلف أو أنها تكون تابعة لبروتوكول توجيه مختلف بس معمول Redistribution مع بروتوكول التوجيه هنا أيضا بيوريني عملية Redistribution في داخل هنا بيوريني عملية Redistribution في داخل الإي آي جير بي تيبولوجي لما نحب نشوف جدول التيبولوجي الخاص ببروتوكول الإي آي جير بي على الراوتر راح نكتب شو آي بي إي آي جير بي تيبولوجي طبعا على روترات سيسكو فبنشوف مع بعض العنوين الخارجية لاحظة معي هذه العنوين لاحظوا يقول لك إيش فيها مثلا عندي العنوان 172 16 48 00 25 بيقول لك فيها فيها يعني من خلال من خلال إيش الريدستربيوشن أو الريدستربيويتد يعني إيش يعني هذا العنوان تم الإعلان عنه من خلال عملية الريدستربيوشن فجدا واضحة سواء لما نيجي نشوف التيبولوجي تابل أو لما تشوف الراوتنج تابل في التيبولوجي ما احنا شايفين بتكون في لها وصف أن هذه العنوان تم التعرف عليها من خلال عملية الريدستربيوشن أو إعادة التوزيع عندي هنا الكومانز أو الأوامر اللي راح نستخدمها في عملية الريدستربيوشن في داخل بروتوكول التوجيه الياجير بي وراح تكون على روترات سيسكو عندي أنا هنا على مستوى الكونفجريشن مود راح اكتب الأمر راوتر اي اجير بي واحد بعد كده مثلا نفترض انه هو بروتوكول التوجيه الي احنا نبغى نعمل معه الريدستربيوشن أو عادة التوزيع اللي هو بروتوكول الريب فعندها راح نكتب الأمر ريتستربيوت بعدين ريب أو لو كان او س بي اف نكتب ريتستربيوت ونحدد طبعا البروسيس اي دي مثلا واحد آآ فيكون الأمر ريتستربيوت او س بي اف واحد او لو كان ايضا بروتوكول اي اجير بي ولكن يعمل بآ اتنمو سيستربيوشن مختلف فانا عندي هنا اي اجير بي واحد لكن اتنمو سيستربيوشن ميتين فراح اكتب وقتا ريتستربيوت او عفوا ريتستربيوت اي اجير بي ميتين عندي طبعا بهذه الطريقة راح يتم تحديد المترك تلقائيا بامكاني انا احدد قيمة المترك فممكن اكتب ريتستربيوت مثلا رب فهذا كده مترك ده وضعنا علامة استفام فاو احنا عارفين ان الاي اجير بي بيتعامل مع خمسة عناصر من المترك فعليا انا عندي اثنين مفاعلة اللي هي الباندوث والدليه وباقي العناصر غير مفاعلة فلما اجي هنا احدد المترك راح احدد القيم اللي ابغى اه مثلا انها يعني تكون قيم مترك لعناوين الشبكات مثلا الموجودة عندي هنا في بروتوكول التوجيه الرب فمثلا لما اكتب مترك بعدا اول علامة استفام يعني اش يعني اول قيمة مترك راح تكون الباندوث عندي من واحد حتى القيمة الكبيرة انتو شايفينها يمكن اكثر من اربعة مليار بعد كذا لما مثلا احددها بمية تمام بعد كذا ايش اللي حاجيني هاجيني ادي ليه اقوم احدد قيمة الدليه طبعا اه بعد كذا مثلا كتبت ميتين بعد كذا القيمة الثالثة اللي هي اش الريليابيليتي عندي من صفر حتى ميتان وخمسة وخمسين الريليابيليتي هي الموثوقية وكل ما زاد قيمة الموثوقية كل ما كان ايش المسار هذا ايش مفضل مثلاً حددتها بميتين أو أفوا بخمسة. بعد كذا لو حضرت علامة استفهام راح تكون إيش؟ راح تكون اللودينج. فعندي من واحد حتى خمسة وخمسين. وكل ما كان قيمة اللوديك أقل كل ما كان أفضل. أنا مثلاً هنا حددتها بقيمة مية. عندها هيبقى عندي اللي هو حجم اللي هو الماكسيمم الخاص بحجم الباكت. فأنا ممكن هنا أحدد عندي من واحد حتى خمسة وستين الف وخمسمية وخمسة وثلاثين. فمثلاً أنا كتبت هنا الف وخمسمية. بس وانتهى الموضوع على كده. ممكن أكتب الأمر بالشكل التالي. راوتر إيجير بي واحد. وممكن مثلاً بدل ما كل مثلاً كل بروتوكول توجيه أعمل معارض أقوم بإعطاء قيم مترك مختلفة. لو أنا حابب أوحد قيمة المترك لجميع عمليات الريدستريبيوشن اللي راح أقوم فيها من خلال بروتوكول الإيجير بي على الراوتر. فعندها راح أكتب الأمر راوتر إيجير بي واحد. بعد كده أكتب ديفولت مترك بعدين الف ثلاثة وثلاثين مثلاً هذا كمثال يعني ميتين وخمسة وخمسين واحد الف وخمسمية. هذه القيم الخاصة بالخمسة عناصر للإيجير بي مترك راح يتم تطبيقها على جميع عنوين الشبكات اللي راح يتم عمل الريدستريبيوشن من خلال بروتوكولات التوجيه التابعة لها مع بروتوكول التوجيه الراوتر إيجير بي في الراوتر عندي هنا اردي واحد الريدستريبيوشن في داخل ال او س بي اف او عملية إعادة التوزيع في داخل بروتوكول ال او س بي اف. نستخدم هذه الخاصية والاعدادات في حال لو كان عندنا مثلاً بروتوكول توجيه ال او س بي اف. ونريد يعني عندي شبكة تعمل بروتوكول التوجيه ال او س بي اف. ونريد أن تتصل بشبكة تعمل ببروتوكول توجيه مختلف مثل مثلاً عندي هنا في المثال ال اي اي جير بي. فعندها لازم اقوم بعملية الريدستريبيوشن. كذلك يتم استخدام الريدستريبيوشن مع البروسيس اي دي المختلفة. عندنا ال او س بي اف بيستخدم قيمة يطلق عليها البروسيس اي دي. وهي تبدأ من واحد حتى خمسة وستين الف وخمسمية وخمسة وثلاثين. لو كان عندي شبكة تعمل باو س بي اف واحد وشبكة تعمل باو س بي اف اثنين. فعندها ما رح يحصل اتصال بينهم الاثنين. ليش؟ لانه البروسيس اي دي كقيمة مختلفة. علشان يحصل اتصال فيما بينهم فيجب نقوم بعملية الريدستريبيوشن. ممتاز. بالنسبة لعملية الريدستريبيوشن في ال او س بي اف. هي تعتبر طبعا او تحت هي تحتوي على نقاط وقيم تلقائية اكثر من اي بروتوكول توجيه اخر لما نطبق مع الريدستريبيوشن. وهذه النقاط هي في التالي. عند عمل الريدستريبيوشن فيما بين ال او س بي اف وال بي جي بي. فعناوين الشبكات الموجودة في ال بي جي بي والتي سوف يتم الاعلان عنها في ال او س بي اف سوف تكون قيمة المترك بتساوي واحد. عند عمل الريدستريبيوشن فيما بين اثنين او س بي اف بروتس اي دي مختلفين مثلا او س بي اف واحد او س بي اف اثنين. فالشبكات الموجودة في ال او س بي اف اثنين سوف يتم الاعلان عنها في الوس بي اف واحد بقيمة المترك للنتوركس الموجودة في الوس بي اف اثنين وذلك كونك لاهما بيستخدم نظام مترك واحد وهو الكوست وكلاهما يعني لأنك لاهما اوس بي اف فبالتالي كلاهما بيستخدم نظام الكوست في حساب المترك فبالتالي لا يوجد داعي لتغيير المترك عندي النقطة الثالثة جميع عنوين الشبكات القادمة من انباقي بروتوكولات التوجيه مثل الارب سوف تكون قيمة المترك التلقائيا بتساوي كم بتساوي عشرين النقطة الرابع جميع عنوين الشبكات التي سوف تأتي من بروتوكولات توجيه اخرى سوف يتم الاعلان عنها في داخل شبكة الوس بي اف فتحديث اللي هو الالس اي تايب خمسة وطبعا ماذا لو كانت ايش اما لو كان عندي مثلا ان ايس اي اي اريا نات سو سو ستابي اي اريا فراح يتم تحويل الالس اي خمسة الى الالس اي سبعة النقطة الخامسة تلقائيا جميع عنوين الشبكات الخارجية شوف تكون على نظام الاكسترنال مترك تايب اثنين حيث كنظام مترك للشبكات الخارجية يوجد لدينا نوعين اللي هو الطايب واحد والطايب اثنين الطايب واحد فكرته انه بيسحب بيحسب قيمة المترك من الشبكات الخارجية بالديفولت مترك بعد ذلك يحسب القيمة المضافة حسب عدد الراوترات واللينكز في داخل شبكة الوس بف مثال مثلا انا اخدت العنوين الشبكات من شبكة الاجربي بعد كذا كل راوتر راح تمر عليه راح يتم حساب قيمة المترك حتى تصل مثلا لاخر راوتر فلما يتصل لاخر راوتر راح يكون قيمة المترك بناء على قيمة المترك القادمة اللي هي راح تكون عشرين وبعد كذا حساب قيمة المترك في كل راوتر مرت عليه التحديث الاعلان الشبكات او عنوين الشبكات امن الطايب اثنين فهو لا هو يحسب بس قيمة المترك عشرين ما راح تتغير في جميع مهما كان يعني مهما كان عدد الراوترات التي تفصل فيه ما بين العنوين مثلا الموجودة في الاجربي وما بين الراوترات الموجودة في الاس بف راح تكون عشرين لانه ما راح يحسب القيمة الاصلية للمترك عندي النقطة الخامسة وزي ما قلنا تلقائيا راح يكون المترك هو الطايب اثنين يعني ما راح يحسب المسافة الحقيقية للمترك اللي بتفصل ما بين آآ اللي هي عدد الراوترات اللي بتفصل ما بين الراوتر مثلا راوتر خمسة ومثلا الراوتر سبعة عندي هنا النقطة الخامسة تلقائيا الراوتر ستريبيوشن في الاس بف بيتعامل مع العنوين الكلاس فول وبالتالي عندما يكون لدينا عنوين كلاس لس عندها يجب اضافة امر ساب نتس عارفين الكلاس فول والكلاس لس الكلاس فول اللي هي العنوين اللي مش معمول لها ايش تقسيم شبكة من خلال الساب نتينج او الفيلس ام هو تلقائيا بتعامل مع العنوين التي ليس معمول لها تقسيم شبكة اما لو كان عندنا عناوين يعني محصول يعني حصل لها عملية تقسيم شبكة من خلال الساب نتينج او الفيلس ام فعندها يجب اضافة امر الساب نتس لما نيجي ان نعمل في داخل الاس بيف لكي يتم قبول الامر او لكي يتم قبول عناوين الشبكات المعمول لها تقسيم شبكة اه لكي يتم الان عنها في داخل شبكة الاس بيف لنشوف مع بعض اوامر الريدستربيوشن في داخل الراوترات سيسكو مع بروتوكول التوجيه الاس بيف امر الريدستربيوشن في الاس بيف هو عبارة عن سطر واحد يبدأ بسطر صغير ويتم اضافة اوامر عليه حسب وضع الشبكة الامر يبدأ بالشكل التالي مثلا انا عندي شبكة او س بيف وابعا اعملها الريدستربيوشن مع الاس بيف فعندها على مستوى الكونفجريشن مود اكتب راوتر اس بيف مثلا واحد بعد كده اكتب راوتر استربيوشن اي اجير بي واحد خلاص انتهى الامر طيب لو طبعا بهذا الامر لو وقفنا عند هذا الحد سوف يقوم الاس بيف بدعم اعلان الشبكات الكلاس فول اللي مش معمول لها يعني لا في الاس ام ولا سبنتينج اللي مش معمول لها تقسيم شبكة اما للإعلان عن الشبكات الكلاس لس المعمول لها عملية تقسيم شبكة عندها راح نضيف الامر سبنتز واما اذا اردنا تحديد المترك فاليو قيمة المترك طبعا راح تكون على الديفولت اللي هي عندي انا هنا الاس جربية ستكون كم عشرين لو اردنا ذلك راح نغير ذلك مثلا نبغى قيمة المترك مية فعندها راح نكتب الامر بالشكل التالي مترك مية عند هذا الحد سوف يكون نظام المترك على النوع الثاني اللي هو الطايب اثنين اللي هو راح يكون على قيمة اش مية بغض النظر على عدد الراوترات اللي حيمر عليها في داخل شبكة الاس بيف لو حبيت اغير النظام هذا من الطايب واحد من الطايب اثنين اللي هو الديفولت الى الطايب واحد اللي هو النوع الاول راح نكتب الامر بالشكل التالي بعد كلمة مترك راح نكتب هنا آآ ماينوس بعدين طايب واحد شفتوا الامر يعني هو بدأ الصغير لكن مع الاضافات اصبح السطر طويل فالمحصلة الاخيرة اللي هي redistribute ERP1 subnets metric 100 بعدين metric type 1 بعد كده بذلك احنا نكون انتهينا من امر ال redistribution في داخل شبكة اه او في داخل شبكة اه التي تعمل ببروتوكول التوجيه الاس بيف الى هنا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو واللي اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يكون قد نال على اعجابكم واستحسانكم وحتى القاكم في الفيديو القادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان معكم حسن مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة